اهلا بحضراتكم من جديد وتريند المحلي سريعا كده عشان وقتنا والحلقة بتجري مع حضراتكم بسرعة نشوف الاتحاد المصري كان موقفه ايه خلال الساعات الاخيرة طيب تريند المحلي بحساب يلا كورة على تويتر بيقولوا ان بسبب المنتخب اتحاد الكورة يعترض على موعد نهائي دوري ابطال افريقيا وفي تصريحات نشرت لي الاستاذ ايهاب القومي او دكتور ايهاب القومي عضو مجلس دارة اتحاد الكورة بيقول فانهم خطوا الاتحاد الافريقي مبارح عقب قرار الكاف واعترضوا على امرين الامر الاول اقامة النهائي في المغرب والامر التاني ان المعاد هيخل بيه تكافه الفرص لان الاهلي عنده مباراة يوم 30 مايو والمنتخب عنده مباراة يوم 2 يونيو الاصدقاء في اتحاد الكورة بس يستحملوني في الكلمتين اللي جايين دول انا مش طالب منك انك تعترض على المعاد انا طالب منك تعترض على المكان أما بالنسبة للمعاد أنا طالب من اتحاد الكورة أنه يتمسك بالأجندة الدولية وأنه يتمسك باستدعاء لعب الأهل يوم 30 مايو لأنه دا حقك مجلس الفيفا لما عمل أجندة دولية من 30 مايو إلى 14 يونيو أنت من حقك تضم لعبت الأندية من 30 مايو أنا عايزك تتمسك بده لأن اتحاد الكورة لما يتمسك أنه عايز لعبت الأهل يوم 30 مايو لعبت الأهل مش عليها لعبها نهاية إفريقيا يبقى هنا الاتحاد الإفريقي يحل لي مشكلتي هنا الاتحاد الافريقي يحل قزمته لكن انت مجيش كاتحاد كورة تقولي الاتحاد الافريقي أجل لمطش غينية انت بتقدمها له على طبق من دهب مش طبق من فضة انت بتقوله حل المشكلة أجل لمطش غينية انا كده استفدت ايه لما أجل لمطش غينية لا انت عندك مطش غينية ومتنين ستة العبه وخد لعيمة الاقلي 30 مايو والاتحاد الافريقي عنده مشكلة هو اللي حلها المطش ما تلاقمش 30 مايو واعترض على المكان انا معاك في المكان ومعاك لآخر الجزئية في هذا الموضوع اعترض على المكان لكن التوقيت ما تقدمش حل وتقوله أجل مطش غينية وكلمة يتاجل عندنا سهلة لا ما تأجلش مطش غينية انت عندك لقيت الاهل يتمسك بيهم 30 مايو والاهل مش هيكون مع العيب يلعب بيهم لانه خدوا بالكو هو عيب طلب الاتحاد القرى بس ما الاتحاد التونس عايز علي معلول والاتحاد المالي عايز أليو ديانج والاتحاد جنوب إفريقيا عايز بير ستاو والاتحاد موزنبيك عايز لويس ميكي سوني الحمد لله الأهل عنده كل لعيبة الدوليين في المنتخبات الإفريقية هيلعب مين نهاية إفريقيا لو تلعب يوم 30 مايو في المغرب صدر أزمة للكاف قوله انت تشتغل غلط انت اخترت معاد معاكس لقرارات مجلس الفيفا هيقولك اللي قصي لازم يحصل توافق والمكتب التنفيذي ياخد قرار وأنا لسه عبقى تحت رحمة المكتب التنفيذي تاني عشان يسيب لي لعبتي كان سابهم لأيام كاس عالم الأندية عشان يسيبهم لي تاني عموما دي رسالتي لأعضاء اتحاد الكرة يا جماعة ركزوا في التفاصيل الصغيرة وبلاش يقولك ايه أأجل ماتش غينية شوفوا مصلحة الأهل فين ومصلحة الكرة المصرية واشتغلوا عليها بالتنصيق الكامل زي ما بنشوف في المغرب الناس بتشتغل ازاي وبتقرأ الورق ازاي طيب